مشاهدي أنفاس بريس أهلا بكم في العدد الأول من برنامج أنفاس الكان البرنامج الذي سنخصره مختلف تفاصيل كان الكونديفور ونرصده من خلاله مصار المنتخب الوطني في حلقة اليوم سيحضر معنا الإطار الوطني حاميد بوشتا والمدرب المساعد للناخب الوطني السابق هونري ميشيل سي حاميد مرحبا بك مرحبا بي عندكم في فراس بريس وكنت منها أن يكون لدينا حصنة ضمن المتتبعين الكرة مرحبا بك سي حاميد سي حاميد كيف تتبعنا جميعا في الإنجاز المنتخب الوطني في المونديل دي القطر كان واحد الإنجاز اللي قدر أقول لي أنه أسطوري واشهدك الإنجاز ما غديش يشيد من الضغط على اللائبين وغدي يخلي المنافسين يحسب لنا ألف حساب وحساب طبعا الحال لأنه ممكن تشوف السرد التاريخي دي للمنتخب المغربي في الكان في كأس إفريقية للأمم أننا تقريبا 840 عام وصلنا إلى آخر نقطة كارت فينال مع واحدة للوزيك أفضل كارت فينال مع واحدة للمشاركة إلا بعد السنوات الأخيرة من كورة عرفة واحدة النهضة في المغرب عن طريق الجامعة الملكية المغربية برئاسة فوزي القجاع لدال واحدة عمل جبار وارفع من المستوى الكورة القدام عن طريق وفر الإنفراستركتور اللي قلت في مستوى كبير اللي كانت باهوا بها عن باقي الدول بالإضافة إلى المنتخب الوطني لأبلاء البلاء الحسن في كأس العالم وحاول يرفع الراية الإفريقية والعربية لأنه على سواء لأنه أحسن أول فريق اللي كان يوصل إلى الدومي فينال في كأس العالم ومقارنة كبار الفروق اللي كان عندهم باع طاويل في كأس العالم كإسبانيا كالبرتغال كبيرجيكا اللي كانت تمرشحة على الوراق وأحد مجموعة هذه الفروق اللي كان باش يوصل الدومي فينال وكان قابق أوسيني أن يوصل الفنال لو لا بعض المشاكل اللي كانت توقعات من هالأعطاب من هالتحكيم وأحد مجموعة هذه المعطايات هذا كل هالإنجاز اللي در لحقق المغرب طبيعة الحال هالإديسيان اللي تابعة ديالكاف يكون عليه الضغط لأن من كتشوف دبال الدكلاراسيان ديالالفروق اللي مرشحة سواء مصرية أو بيستثناء الجارة كل كير الشح المغرب أنه هو اللي سيفوز ولكن هذا نوع من الضغط اللي سيكون على عاتق المنتخب المغربي لأن الصورة باش بان ومثل إفريقيا ومثل الدول العربية والكورة الحديثة عن طريق مشموع هذه المعطايات منها اللعيب المستوى العالي اللي كان لابوا فرق كبرى منها طريقة باش نتعامل مع وليد القراغي لأنه كان جديدة وهذا هو المشكل اللي كان خاصنا في الزيديسيون ليدازو هالفورد لأنه كيكون مدربي أجنابي ما عندوش علاقة اللي كان كنت نقصنا ماشي كانوا عندنا لعابة داز عدنا حجي داز عدنا مجموعة ديالاللعابة اللي كانوا كانوا ترشحوا على القلام على الورق ركا قولوا على المغرب بلغاديا يكون مرشح ولكن فإذا بها كانت تفاجئوا كانت تقصوا في الدور الأول أو كانت مشوا للويتين فينال أو للكارد فينال أبعد نقطة ماشي نلعب ولكن لماذا لم يكن لدينا ريو سيت هي ذلك العلاقة الحميمية لما كانت موجودة في المنتخب من كيكسفوني لأنه كانوا عندي لعابة ومالفراجات 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 وكانت تفاجئوا وكانت تفاجئوا لهم من يجبوا كان قديم العلاقات متنافرة كانوا لهم كانوا معلمي بالتركيات لم يفهمون دائماً كتلقى خروقات بسيطة لكتأثرها على مصارد المنتخب وهذا مهم بزيط لأن النقطات الصغيرة يقضوا هذه النقطة التي تفيدوا الكاس لماذا؟ لأن كرة القادم عندها غريبة وكتبنا على أساس علمية منها هذا الديناميك دو جروب هذا علم الذي يجب أن يتعامل معه في كرة القادم لأن هذا علم من جانب الانديستري أمريكا ومن بعد طوروه في الكرة من هذا السوسيوميتري كنتسمى هذه السوسيوميتري تستعملها في الرياضة ما هي؟ تخرج ليدرشيب وكتخلو لكل جروب وكتلعب على هذا الدور وهذا هو الدور الذي قام به حاول أن يجمع الفريق وكأخوة 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 الحميمة قلت عائلة بالإضافة النقطة المهمة لأن يتعامل عليها في الكأس العالم أن جاب الأوصار هذه المفاجأة لا يتعاملها وكأخوة الحميمة كأخوة الحميمة يتعاملون في الكوب ديمون في 78 في الأرجنتين يتعاملون لتخرج لهم من الوضع ألمانيا وفرق في الكوب ديمون أدراً سوف يتعاملن لأنه يومياً يبطون يمرون يومياً يدربون ولديه لا يبطون أن يخلق لديه إذن لم يريد ما الذي خلقه هو؟ طبيعة الإنسان. يوميين كنشوفك واحد النهار كنبدأت الحملك. كنخلق لكي صغار. على الأول ونتقلقوا عنوية كنقدون ونخلقوا مشكلة. لماذا؟ لأن ذلك الضغط. كن يديروه؟ كي خرجوهم كيلعبو مباراة أو لجوج مبارايات. ثلاث ايام اربع ايام كي تلقوهم عند عيالاتهم. كي بدون ذلك الجو. كي خرجوا من ذلك الكنسنتراسيون. رجلت بانه ايامه. جاءت لأمهات. سيارتل العبيل أين يربحوا هذا الميت ويسيفونه. كي بدلتك الجو. كي تسولج. في المبات لكي يرى همي ايامه تفرج فيها. أولاً يعطي الفارق. ثانياً يعطي الصورة لأنه أعزم عندك يا الام. خصوة تفتح خربك. خصوة تركشتين الأجواء التي كانت. يعني جاب واحد أسلوب اللي حبدوه الدول العربية كلها لأنه عارف الإسلام وعلاقته مع الأم وعلاقته مع هذا وهذا هو اللي عطى ذلك الحافز وذلك القوة للمنتخب دينا تمشى أبعد نقطة وهذا الشيء مغرب شعلى ألور رجعوا لأكوب دافريك لأكوب دافريك حاول يخلي أولا هز للفريق ومشى بعشر أيام كما قلت قبيلا الخصم دينا الأول هو المناخ يلا لي ميديتين هذا هو العائق الأول الذي سيكون أشدر واحد أشدر رجعي حاول يدي الفريق قبل على الأقل فريق الأول يدخل المعسكر لأكوب ديفور عشر أيام قبل منها حاول يبرمج جوج مبارايات حبية مالوروزمو وحدة تلغات ولعب مباراة هذا كله دخل في إطار الاصخص ومكبير والأخص في الهند قد وصلت إلى الوصول ٥٨٠٠٦ ستجد المترجم في الإيبيت بفضل قيام بالإيجهة أرغب الإيجهة الأيض. القيام بفضل قاعدية بفضل غطية العبورة استخدامها إنه غالب مكانت تدخل حمانة لبس كل شيء ويقوم بتلعب المميطة في الدليبس كله يتبلل يقولون كله عمر بالماء يقولون يتقيل علىك ويقولون بحل عالي علىك يتلعبوا أنت سيرد كلك يرى على كبتي الماء ويجريها هنا لا يوجد ما يديته ويجري تحس وما يبقى أن المؤخص كل الماء يجب أن يحصل على الماء لأن المعارة يخرج الماء بزير ويمكن أن تسنظر الطاقة هي الماء وأن الوظائر الطاقة هو 75% يتقل إلى 20% يشعرون أن يكون قد نتظر ويجب أن تنخفه والمخ يبقى أن يفكر ويجب أن يجب أن يتربط الماء لأن هذا الماء غير مزيد والماء غير مزيد والماء يخصون مزيد قد قلو أن الخاسم الأول هو المنخ هو المنخ هو الخاسم الأول أن نتغلب على المنخ وأنا نتمنى أن لا يحصل على كل مباراة يحاول أن يقسم 90 دقيقة يعرف كيف يتعامل معها إمتى يطلع؟ إمتى يهاجم؟ إمتى يخلي البالهم ويرجع اليوم؟ ويخليهم يديروا المجهود؟ لأنه عندما يشاك فيها تدافع، تهاجم، تهاجم وما تشجلش أعرف أنه سيجي الإرهاق في الأخر وهذا الشيء الذي يلعب عليه الفريق السينيقالي يحاول أن يشجل في الأول وفي الدخول العام، مع دخلها يقتل الماتش ويقوم بسجل الشيء من الأخرين، ويقوم بسجل الشيء وهذا نوع من أجل العام من الوزن، من 90 دقيقة حتى نبادل في الهجوم من المجهود، حسنا أنه سيجل سيجلل، يجب أن يتعاقب، كما يطلع ليلجيري ويجعله في البداية، لكن لا يحاولون أن يقتل الماتش وكانت بقى عندهم بقى عندهم كانت بقى عندهم كانوا ممكن يزيدوا إصابة ويقتلوا الماش ويسالوا ويرجعوا ويرتاكنوا ويجعلوا الخصم عندهم البالون وخلت تتوقع أن وليد رغي يعتمد نفس تشكيلة لك يعتمدها دائماً أو توقعوا تغييرات في المقابلة؟ تشكيلة جوبونس على حسب القراءة تشكيلة قريباً 90% هي اللي لابتة بغض النظر عن السائس اللي كان بليسي لأنه كابيتان ديكيب وكذا عرفت الدور الكبير وعندك ناريا القوش مظراوي اللي موصاب لأنه عنده تعليمات من الفارق ديالو أنه المباراة الثانية أو الثالثة يكون جاهز كيف تتوقع تكون تشكيلة مثلاً؟ تشكيلة تقريباً هي نفس العناصر تلك هنا عندك عندك بونو عندك حكيمي عندك نيف كرد عندك سايس عندك أعطيت الله لأنه عندك وسطين المرابط عندك أناحي عندك أملح لأنه لم يكن يلعب في المباراة المقبلة الكأس العلم لم يكن ينادي عليه لكن عنده في المنتخب أملح عندك زياج عندك نصيري عندك أبو فال تقريباً هي تشكيلة التي سيبدأ بها غالباً إلا لك كانت أعطاب كما قلنا وإصاباتك أستيحامي تبعتي الخارجة الإعلامية لذلك المدرب الخصم والذي يتهم فيها الجامعة بالكولاسة وأنها طويلة على التحكيم كيف تفصل هذا الشيء؟ كيف تقدرون أن تعتبروا حرب كالمية أقبل من المباراة؟ طبيعية الحال من أن في كأس الأفريقية بحالة النوع دي التصريحات كي تكونوا مباريات قبل الأول أنه في التصريحات ديلم كي يبغي يخلق دك الدغط ودك دك الأسيزاني وسط القلوب وسط المناخ دي الإفريقية علاش المغرب أولاً كي يصفت إنذار التحكيم أنه المغرب يسيطر على التحكيم وهذا غلط وهذا كي يلوحظة ما باش عندك الحاكم باش نسبقتها طريقة ثانياً كي يهدر على بأن المغرب كي يستولي على الجامعة والإفريقية الاتحاد الإفريقي وهذا خطأ هذي هذرة كلها كالجارة لأنه كي يرضي المسؤولين على الشأن الكروي في الجزائر هذي وقتة فعل ولكن التكنيك مون نشترك لأننا سنحن نحن 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 نجس المنتخب الذي يتبع أفضل أفضل وأن المنتخب يتبع وأن المنتخب يتبع يطلع حراسة لتجاوز أخطأ لأن يبقى تبقى كي يتبع حتى الخارجات التي كانت هناك عاتب عليها قالوا بعيد منها لأنها لا تتدخل في هذا الشيء لا تتدخل في هذا الشيء لأنها أيضاً تحتاج إلى زوبعة وقالوا بلاطو موضوع وقالوا على هذه المسائل هذا المسائل كلها انتبهوا لها الرجل كان الرجل يجب عليها ويقع إن شاء الله يوفقه لأنها كانت تقوم بعمل امتلك من هذا النقطة نقاط المهمة التي كانت منتخبتها ويقعناها في المدرات طويلة فقالوا حاولوا التوليفة حاولوا يحافظ على المجموعة التي كانت لديها في كأس العالم لأنه كانت نساجمها ويقعت معه ويقعونيها إلى رون بلاسهم لأنني أعرف أن هذه العقليات تصور شهر واحد عددوا لم يقعوني منه ما يبدأ؟ أريد أن أدخل أزيزاني لماذا لا ألعب؟ هذه العقلية لدينا عقلية فهو تفاديه لم يكن لدي مشكلة كلهم فرحانين يقولون أن ألعبت؟ أنا الحمد لله مع المجموعة وهنا أسرة الذي يقضي داخلها وهذا شيء إيجابي هذا هو الذي أعطينا أم بلس يمكن أن ترى أحد في البنتوش يحتفل أكثر من هذا المجموعة وهذا هو المهم وهذا هو المهمة في الكرة القدم والمجموعة المدربة المهمة المدربة المهمة المهمة ومهما يجعل عمل تقنية ومع تقنية ومع تقنية ومع تستبليزات في الدماء وهذا كان يحرص على أحدها لماذا؟ الحمد لله لدي فتحق المهمة 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 أولا نرى العجل من التقنية ومع أنا أقوم بشكل مدربة أولا ما يقوم بشكل مدربة لأنه يقوم بجموعة لا أساساً مهمين. سوف يأتي دورك. كل موجود. ونهار تحتاج لك تدخله. وكتقول لك يا فرصة جاتك. أولاً ترضي كل شيء وكي يبقى كل شيء مجموع. هل رأيوا ما يوقع؟ الإنجاز الذي يداره؟ واستقبال سلالة الملك؟ والشعب كيف يستقبلهم؟ هذا الصورة بقى تراسخة. هل رأيوا كل الأبعاد؟ أو جاوبة إن خارطة؟ هل رأيوا الشبان الذين اختاروا المغرب؟ لأنهم لم يروا هذا الشيء. هذا الشيء. لا يرى ما يرونهم في أوروبا. وفي الصحة وحتى ثقف توقعات المغربة ارتفع. ارتفع بثاف. وحتى هذا الشيء. هذا مجموع. تصور تحصيل مغربي. يحسب رأسه مغربي. هو في المهجر. وكي يرى من يأتي هنا. كيف يستقبله؟ يقول لي أحد يزاد هنا. وكيف يرى أمهم؟ يأتي معهم؟ تصور تحصيل أمهم؟ يستقبله لك الملك؟ وكيف يرى أمهم؟ تحلم أن يدخل القصر. هذا شيء عجيب. يقولون أن المباراة الأولى تكون مفتاحاً من المنافسة القرية الكبرى أو التظاهرات العالمية. يجب أن يأتي فيها جيداً يبقى مصر جيداً. أو للأكس يكون للأكس. إذا كانت مقولة صحيحة، ما مدى صحيحة؟ لا، إنها مقولة صحيحة في واحد يأتي. أولاً، لأن المباراة الأولى تتعطيك إرتسامات. لأن تأخذ ثلاثة نقاط تلعب أرياحية. لأنك يقول لديك خسك المتعادل، وأنت تزدي. كيف تتعطيك؟ وكيف تتعطيك؟ لأن المجموعة لا تتعطيك؟ لماذا سنلاعب لأننا نتعطيك؟ وكيف ندخل أخرين كيف نعطيهم فرصة؟ وهناك يوجد نقطة التي أحضرت عليها منك تعطي فرصة للأخرين؟ لأنه يلعب وأنه يريد أن يكون مدريباً في المستوى ويجعلك مقابل إحسان من الأخرين ويريد أن يكون ويجعلنا أنك موجودة سأتحضر الوصول سأتحضر الوصول ويجعلنا أن يكون منافسة كيف نتنافس ويجعلنا موضوع ما نحصل لماذا أقوم بأز ويجعلنا ويجعلنا موضوع ويجعلنا يتغلب على هذه النقاط يجعلنا كل جهاز يلعب ويجعلنا يجعلنا لديك مباراة واحدة. حاسيمة. تلعبها تربح تدوز الكارت فينال. ستوافر في أثنين ستوافر في يساوي مباراة عام في الفينال لمدة أولا، ستوافر في مجموعات قد أفضل في ثلاث مباراة عام في الفينال ستوافر في ثلاث مباراة عام في الفينال فإن ستوافر في المسافة قريبة ويجب أن تظاهر أحد كثيرة ويجب أن تحفظ به اليوم اقول لهم، أننا نجد بلد Age for me كم يبدأ معهم عن الفينال ستوافر في مجاهزة المنزلة لأن الطريقة تسارعها. تعالوا الطريقة في مكان في مسافة كبيرة، إذا كانت تضرب سرعة، تتطول تساربه أمر أو تعالى فرصة كمم. تقول أن يرى الدار قريبا، وانت تترأى أن تلعب عليك وانت قرر، فجلت عليك إلى الدار. بأن تصل إلى النواثوين في الفينال . وإن تمتلك الجانب أو الدمواثوين في الفينال. إذا تلعب عليك، وزرعت أن تلعب عليك فينال، والندما تكن finally. تقول لك قريبا، قريباً المسافة قريبة وكتوليك تحفزك وكتوليك تجسينها دكتراً سي حميد تقدرت تعطينا قراءتك للمصر المنتخب المغربي في هذه التدهورة؟ توقعاتك لحضور المنتخب المغربي؟ أنا توقعاتي ديما إيجابية كنتمنى أن نمشي أبعد نقطة لأن أشكتلك أنا بديتك لأنه كأس يتيمة رعار أن المغربي بقى في الإمكانية له هذه البشرية والمادية واللوجيستيك والتطور الذي أعرف للمغربي وعندناك أس واحد مقارنة مع ميصر سبعاء لأننا نبين الإفريقية بأننا نرى هذا النهضة لديها قيمة وصلنا إلى مستوى لك المثلوكم لأن كيف تأخذوا بينا لأنك ترى الارتسامات التي كانت فيها كعرفوا المنتخب كامل كعرفوا حكيمية وعلم لأنه في الكوب ديموند كانوا إشهار إفريقيا وإشهار الدول العربية وكل شيء يقول لك يشاهد بهم يعني هذا هو واحد الإشهار كبير وهذه القيمة من اللاعب الإفريقيا لم يقال ذلك اللاعب في الحلقة الضعيفة وعنده إمكانيات يقارن الناس مجدون يجيب لكوب قال لك لا قال لك يقولوا لماذا لا نجيبوش تحنا لكوب وركشت الخطب ديال البرزيدون الإفريقيا في الافتتاح قال لك يومنا نتمنى أن إفريقيا تهزلكوا يعني نرى الأبعاد هذا كل شيء بسبب المغرب لا يمكننا أن نشاركوه وكيف تقساوه إذا توقعاتك إيجابية إن شاء الله 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 تولينا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كنت شكرا لك ، كنت شركة الحامدية